لحضراتكم وانتبع فرقتنا يعني عجبني جدا جدا ودي نقطة في منتجة الأهمية لأنه اللعبة ممكن جدا يحصل لها حالة تشتت وإحنا داخلنا على مطش في منتجة الأهمية أنا شايف مطش السبت اللي جاي يا جماعة يا جماعة الأهلي لم يحسم تأهله حتى اللحظة عشان يمكن الكلام اللي بيقولوا مسؤولين في نادي الأهلي أو تواصل كابتن نحمود الخطيب وهو تواصل النهاردة بالمناسبة مع دكتور أشرف صبحي وزير رياضة سيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة عشان يتم تنصيق الموقف المصري لأنه الأهلي بيمثل مصر في البطولة دي الأهلي لا يمثل نفسه أهلي بيمثل الدولة المصرية وبالتالي لابد أن يكون فيه تنصيق مواقف فيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي واختياره لملعب مركب محمد الخامس عشان يستضيف المباراة النهائية لكن مهم جدا الجلسة اللي عقدها النهاردة كابتن خطيب النهاردة أثناء التمرين كلم مع اللعيبة وقال لهم أرجوكم ما تشغلوش نفسكم تماما إحنا ما تأهلناش المباراة النهائية ومش عايزكم تاخدوا أو يعني تشغلوا تفكيركم بالتفاصيل الخاصة بالموقف النادي الأهلي أو الملعب اللي هتقام فيه المباراة أو حتى تاريخ المباراة النهاردة في حد ذاته كارثة يعني زي ما حصل مع قبل كده وكان فين الاتحاد الأفريقي من الأهلي ومشاركته في كاس العالم وهو بيمث الاتحاد الأفريقي وبيمث القرى الأفريقية نفسها في بطولة كاس العالم الأندية لما كانت بتقام بطولة أمم أفريقيا ونص لعبت الأهلي فريق كامل من نادي الأهلي بيلعب مع منتخبات مصر وتونس ومالي والمغرب كان فين الاتحاد الأفريقي كان ايه موقفه الاتحاد الأفريقي أو الكاف مع النادي الأهلي اللي بيمث القرىة أفريقيا ده على سبيل المثال ازاي الاتحاد الأفريقي اختار معاة 30 مايو لإقامة المباراة النهائية طبعا لأن موتسيبي رئيس الاتحاد هيكون موجود في التوقيت ده فأوروبا بيحضر المباراة النهائية بين ريال مدريد وبين ليفر بول فطبعا مش هيكون فاضي في التوقيت ده أنه يحضر مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وقرر أنه هم يلعبوا المباراة يوم 30 5 عشان موتسيبي يكون رجع ان شاء الله ويحضر المباراة النهائية مع العلم أنه منتخب مصر عنده مباراة مهمة جدا فيه مباراة مهمة جدا لأنها مباراة رسمية وهدفها تأهل بطولة أمم أفريقيا يوم 2-6 هاو كم؟ يعني المنطق والعقل العقليات ده يكشف الحقيقة عن ضحالة ضحالة وضعف العقليات المسؤولة عن إدارة الكرة في أفريقيا ومحدش بقى يسألني هو ليه الكرة في أفريقيا متخلفة عن الكرة في أسيا وعن الكرة في أمريكا الجنوبية وعن الكرة حتى في أمريكا الشمالية اللي ما عندهاش تاريخ في الكرة ولا عندها حجم النجوم ولا عندها حجم المواهب اللي بتقدمها أفريقيا العالم احنا عندنا على فكرة منتخبات تستحق أنها تكون موجودة في منصات التتويق في البطولات العالمية وعندنا منتخبات قادرة بنجومها أنها تلعب وتوصل لنهاية بطولة زي بطولة كاس العالم لكن الفساد ده وإن لم يكن فساد فهو فشل زريع في إدارة أمور وشؤون الكرة في أفريقيا عندك نجوم حد سوال حرج كانوا وحاليين منهم نجوم خدوا أحسن لقب الأفضل في العالم ومنهم نجوم زي محمد صلاح وزي ساد يوماني وزي رياض محرز بحد شادرينك أنه هم نجوم متصدرين المشهد في الكرة العالمية النهاردة وغيرهم كتير جدا ولكن في النهاية المحصلة صفر ولولا اجتهدات نادي زي نادي الأهلي المصري ما كانش يمكن يكون فيه تواجد كبير للكرة الأفريقية على مستوى الأندي يعني على الساحة العالمية ولا على منافسة كبار العالم زي ريال مدريد وزي إيسي ميلان وزي البارسا وزي اليونايتد مش الأهلي بألقابه هو اللي حقق ده واللي وصل أنه نادي أفريقي بيمس القرى الأفريقية وبيمس الدولة المصريية يكون موجود دايما اسمه بين الكبار على كل الأحوال نهاردة زي ما قلت لكم كابتن خطيب رئيس نادي الأهلي أجرت صلاة مكسفة مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسيد جمال علام رئيس اتحاد المصري لكرة القدم والعديد من الجهات المعناية بشأن موقف النادي من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والذي اختار ملعبا غير محايد لإستضافة المباراة النهائية لدولي الأبطال وعقد رئيس النادي عدة اجتماعات اليوم بحضور العديد من المسؤولين في قطاع شركة كرة القدم ثم عقد أجلسة مطولة مع الشؤون القانونية بالنادي وحرص على التواصل مع بعض القانونيين من خارج البلاد والمتخصصين في القضايا الرياضية وذلك لدراسة موقف الأهلي بعناية من الناحية القانونية وذلك أيضا للوصول إلى تصور مبدئي لموقف النادي قبل اجتماع مجلس الإدارة ده موقف النادي الأهلي ويبدو كده دي قراءتي الشخصية يعني أنه الأهلي في سبيله إلى التصعيد إذا لم يستجب التحدي الأفريقي لتغيير قراره بناء لملعب المباراة لملعب محايد إحنا مش عايزين حاجة أكتر من حقنا إحنا عايزين حقنا وحق الفرق الثلاثة اللي بتشارك معنا وهو أنه ملعب المباراة يكون ملعب محايد للفرق الأربعة وزي ما قلت لكم برضو دي كانت نقطة مهمة جدا وكان مهم كابتن محمود الخطيب شخصيا أنه يوصل الرسالة دي لعابة الأهلي وللجهاز الفني أنه الأهلي حتى اللحظة دي متطمنين وعملين سكور كويس جدا والفوارق كبيرة جدا بيننا وبين وفاق الصيف لكن ده مش معناه برضو أنه الأهلي تأهل وبالتالي كانت رسالة كابتن خطيب النهاردة زي ما انتم شايفين كده في ملعب التدريب قبل ما الفرقة تسافر فرقة بالمناسبة سافرت وإن شاء الله توصل بالسلامة في خلال ساعات بسيطة جدا للجزائر قال لهم ما تشغلوش بالكو تماما لقصة ملعب المباراة ولغاية اللحظة دي الأهلي مش طرف في المباراة النهائية ولغاية اللحظة دي الأهلي لم يتأهل لنهائي دوري الأبطال عندكم مباراة مهمة جدا صحيح عملتوا مباراة وجيم محترم هنا في القاهرة وعملتوا سكور مطمئن أحد كبير لكن ده مش معناه أبدا أنه إحنا ضمننا أنه إحنا نوصل مباراة النهائية وعليكم أنكم تتعاملوا بمنتهى الجدية ومنتهى التركيز ومطلوب من الجميع أنه هم يبزلوا أقصى مجهودة عندهم في المباراة اللي جاية وبعد ما نتأهل إن شاء الله يبقى لكل مقام مقال طيب نروح لخبر تاني مهم جدا كانت الرسالة دي في التوقيت دي لأنه في أحساس عند يعني وخصوصا أزمة المشكلة بتاعت المغرب وصلتنا أحساس أنه إحنا في النهائي لا إحنا لسه موصلناش وكل شيء ورد في كورة القضاء يعني كل شيء ورد في كورة القضاء